السلام عليكم الدراري كتمنى تكونوا باخير السحادة لكم مزيانة كل شي واداك جبت لكم تصريحات للزياج على المركز اللي كالعاف فيه مع تيالسي وفين كيتقلق وفزرها صراحة وديك الهدر اللي كنا نقوله في التحليل ولي كنقرأه في التعليقات ديالنا هي اللي قالها بالحرف الواحد نبدو بالتفاصيل اول حاجة قدوه على مشاكل اللي كان كعيشه مع التوخي على مو السوا الخطة ديالو اللي قعمت اقلم مع غرب الزيز بحي يتقال فاخر مقابلة له مع تيالسي الخطة كان لها تأثير على مو السواية الجميع يعرف انه اذا لعبته على نطاق واسع فهذا افضل مركز لي يعني كلعب كجناح وياخد الجال يومنا ديالو عندما نلعب باربعة في خطة دفاع معظم الوقت ألعب في الجناح الايمن وعندما نلعب في مركز دفاع خمسة يعني ثلاثة في الدفاع وجوج اضيرة متقدمين يعني بدون جناح عندما نلعب في مركز دفاع خمسة نلعب بطريقة مختلفة اعتقد انه خلال فترة التي انقضت منذ قدوم تخيل تكيفته بشكل جيد يعني اضابطة مع اللعب وطريقة اللعب للتخيل اللي كتام للثلاثة في الهجوم اعتقد انه لدي مشاكل اكثر من معظم اللاعبين لانني لم ألعب بخمسة دفاع قط كنت بحاجة لبعض الوقت واخدته هذا الوقت لتأقلم وتعلم منه وتحسينه يعني كان عنده مشاكل اكثر من اي لعب اخر بحاجة مع ما ملعب بالخطة دي خمسة الدفاع وبالتالي بدك يتأقلم وبدك ياخذ المكان دياله وقال اعتقدوا في هذا الدور ان الامور افضل بكثير الان مما كانت عليه في البداية يعني صافت اضابطة واللي كعرف يلعب هذا المكان او لا كمواجم ديركش ماشي كجناح ودوه بطبيعة حل اصابة دياله وكيفش انه فيما كتألق كتل اصابه وكترسه وكتلخسه وعوده ارجع يعني من الاخر احسن مكان له هو كجناح بحاجة ياخذ الراحة دياله وكيعرف يلعب في المساحات لكن مع الدخل غالبا كيلعبوا في الوجوم فتولتي وجومي مع ميسر مونت وهافردز ولعب الاخرين اشتركوا في تصريحة دياله وصراحة كلام معقول هذا مكان تهلا وليفرازكم